بسم الله الرحمن الرحيم لو بصينا على ECG دوت هو جايب لك ECG في LEED 2 و LEED 3 والABF والV3 والV6 لاحظ هنا عندي أول حاجة أنت هتشوفها التاكيكارديا بس التاكيكارديا دي موجودة أكتر في مين في الفنتركلز السؤال الأولاني define the problem في ECG أو ECG Diagnosis ECG Diagnosis في الحالة دي اللي هو Ventricular Tachycardia اللي هو بيبقى فيه بيحتاج فيه على طول Immediate Treatment اللي هو أنا بعمله D-fibrillation دي حالة Ventricular Tachycardia السؤال الثاني السؤال الثاني بيقول لك إيه هي common metabolic problems related with the above diagnosis and the drug of choice of antagonizing the described metabolic effect بإيه هو metabolic effect اللي بيبقى related to ventricular tachycardia وإيه هي الدراج اللي أنا عالج به الميتابوليك اللي related to the condition اللي هي الhybercalemia عالجها بإيه بإنجيكتابول كالسيوم يبقى الhybercalemia العلاج بتاعها بإنجيكتابول كالسيوم دي كانت elventricular tachycardia بإنجيكتابول بإنجيكتابول